اشتركوا في القناة كل مرة بقدمنا هيك شي جديد اليوم بدوا يعلمنا اشياء بتفيد كل سيدة وكل صبية وكل فتاة حبة تتزيان صباح الخير لقلك جات صباح النور صحر كيفك اليوم نحن بالاكتر شو محضرنا اليوم شو رح تعلمنا شو رح ناخد منك رح نعلم المشاهدين اليوم كيفينا نقدر نعمل بكلة شعر أو حلق من خلال قماش موجود عند كل سيدة هو هيدا القماش بقولولو قماش طبع الفوم اللي بيجي مثل الفلين بس اللي رقيه كتير ومن مادة الفلين بنعمل فينا نلاقيه بكل مكتبه وصاره كتير رخيص وفي منه ألوان حتى اسم موجود عنه الألوان فينا نحن الرش وضغر بلقط عليه الرش وبنقدر اللونه باللون اللي نحن بدنا اياه فرح جارب اليوم أعمل وردة كتير مهضومة من هيدا القماشة أوكي كل اللي علينا أنه نعمل ريكتانجل مستطيل ونرجع نرفع الريكتانجل مرة تانية تنقدر نعمل وردة مهضومة أوكي إذا اليوم أول شي بدنا نشتغل عليه هو الوردة الوردة صح وكل صبية هي وردة فشو حلو هيك تختار لليوم وردة حلوة تحطى يمكن بشعراتها تحطى على جاكتتها وفي حد أنا هلأ أجمل وردة مرسي جارب مرسي كتير على فكرة هيدا الوردة كمانا في منهم بيكونوا عاملين لشعر أو لتياب اخر شي بيحطوه عقد تمشي كمانا مظبوط حتى بتمشي بروش بروش مظبوط صح الملمس طبعوله كتير ناعم حتى هيدا القماش عادة بيستعملوه تحت الفازات تحت الأكسسوار الدكار حتى ما يجروا حد طاولة نعم فبيستعملوه عادة بالمعامل تحت الفازات أوكي أوكي هلأ اللي علينا نعمله أنه بدنا من بعد ما عملنا ريكتانجل نحن طويلة بدنا نحط الزي على الطرف أوكي على الطرف ونمشي فيها بهالطريقة ودايما النجاة بيظل يقول أنه لازم يكون عندنا فرد الشمع فرد الشمع كتير مهم لنقدر نشتغل هلأ كمان للتصوير مهم سحر لأنه سريع ضغير بنشف هلأ فينا نروح لكمان مواد تانية مثل الغري يعني مواد تانية طبيعية كمان تنخلط مع ماي الباس طبولة ماي بس أكيد بتطول لتنشف ونحن بتعرفي لذيء الوقت دايماً منحاول نفرج المشاهدين بقشة سريعة مية بالمية فلهيك نستعمل فرد الشمع أنا اللي عم بعمله عم بتنية بالنص تقدر أحصل على شكل ورد مهضومة بس في قدر معين من هيدا الشمع اللي بدك تحطه يعني أنت ما فيك تكتل كتير ولا فيك تقلل كتير صح؟ صح يعني بدنا نعمل زيح وما منكتل كتير شمع وما منقلل كتير ما منكتل ولا منقلل وأكيد بدنا نكون شوي سريعين بموضوع التلزيق لأنه طمي نشف لأنه بس يشوف الهواض غريبنا لأنه الباس شمع طبعوله هلأ هو صراحة أنا عملت ريسورتش عن الموضوع هو الشمع منه شمع شمع طلع نيلون من كل المواد اللي عادة اللي بيداوبوها بالريسايكلينج بيسيب بينعمل كاس النيلون بيداوبوهن سوا وبيعملوهن كالشمع بينعمل صح أوكي فلايك بقولولوه فرد الشمع طي يضيعوا العالم أنه هيدا الشمع منه بلاستيك أنا عملت هلأ هيدا المستطيل أكيد برتبه شوي على الطرف تحتها تطلع عنا شكل الوردة ناعمة ومهضومة أوكي ومرتبة أهم الشي بالشغل يكون في ترتيب وفينيساج حلو الأفضل الأجاد أنت صار عندك خبرة بالموضوع ضغري بتقص بتحط كذا بتشتغل بس لبعده هلأ مبلش أفضل يرسمه قبل يعني يرسم الشيء اللي بده يعمله قبل يرجع يقص على هالرسمي ويشتغل فينا أكيد من خلال المصدر وهيكي نعمله بطريقة مرتب ناخد إياسات بس أنه هلأ أنا يعني بتعرف أخدت إيدا على الموضوع صارت النظرية أكتر هي اللي تشتغل مية بالمية وحتى يعني فين يبقى شو بهذه الطريقة هيكي مهضومة يلا ما تزبط معه يلا ما تزبط خربت مرة بتزبط مرة اخرتها بده تزبط قال هي الثالثة سابتة الثالثة سابتة هلأ بس نبرمع هيك بهذه الطريقة منشوف فتحات هوني يمكن بعد مش ااخد التلزيق مضبوط منرجع بس منزدله شوي أوكي هلأ منحط فرج الشمع على جنب وبنرجع للمستطيل هلأ هون بدي أعمل بهذه الطريقة قصة أوكي يعني قصيت أنا متل شكل آآ في وإيه والريبي شوي والريبي بنرجع شقفة حد التانية ننزل لحديت التلزيق بالتحديد ومنوقف أوكي يعني مطر عم حطينا نحن تلزيق ومنوقف زيح حد التاني وبتاخد ايدنا منها لبعض نصير الاياس منه لحاله يزبط مهم نكشو حلو عم بتطلع كيف عم تطلع بس احنا اكيد ما بدنا نقص للاخر بدنا ناخد بعين الاعتبار انه تدلم على الآب على الزيح يلي انت لزقت فيه صح وهيك بتصير كلها مزيحة ما يخافوا اكيد المشاهدين اذا طلعت واحدة اكبر من التاني بالعكس حلوة ننتبه نحن على الورد بالطبيعة ما في ورقة قد تاني كل ورقة طبولة الشكل مزبوط ما نونسيمترية نكمل نصير اسرع بس كتان فارجي المشاهدين انه فكرة طبعا اكيد فيون يختاروا حسب لون بدلتهم حسب شو بدون يلبسوا حسب هني على شو يعني بدون يحطوا فيون روج جون هيدا هيدا كتير لون حلو عفكرة الموف بعشقه انا كمانا بحبه كتير هاللون هو اللون الحزن عادة يعني طعنا نحن حزينين لا هو مضروري فينا ندخله معه ألوان فوشة ألوان نفرفح له اللون أبيض أبيض طلع كتير حلو رح اكتفي لهون ماناك رح تعملها على الاخر لأن رح تقصها ولا مزبوط هلأ انا رح شوف اذا بعد بدي بكمل واذا لا ساعتها بوقف بس انا بدي شوف قدي بدي تطلع كبيري كل ما نحن نلف كل ما تكبر الوردة اكتر كمان نفس الخبرية اللي عملنا فيها اللزقنا فيها بدنا نرجع نبلش من هوني على الطرف نرجع لكي من لزقها مرة تانية على الطرف مزبوط ومنبلش وحدة حد تانية نحن لزقنا أكيد تلزق هلأ عم نبرمه بطريقة دائرية طريقة دائرية هون يمكن لازم تزيد شوية الشماء هلأ تلزق مزبوطة على مخار كمان زيح كمان زيح كمان نشوف طريقة ولا أسهل من هيك بنصح المشاهدين كلهم حتى الولاد بنصحهم يشتغلوا بهذا الموضوع هنا نعمل كذا واحدة وكذا موديل وكذا لون تعرف فعلا لولاد خاصة لما بيكون فيه زربة بالبيت مثلا أيام كورونا لكن حلو أنه يقعدوا يتسلوا بشي منتج يتسلوا بشي يعملوا منه شي مش دائما قدام اللابتوب وقدام السلولار وقدام التلفزيون حلو كمان هكي يكون فيه مجال للخلق وللابتكار مزبوط أكيد مية بالمية عم تحكي سحر وأنا دائما بوجه هذا النداء أنه نجرب نعلم أولادنا تفيدهم لبعضين لأنه بالنهاية الأعداء قدامهم يقذوا عيونهم عم بيصيروا أشخاص ما بقف فيها عم بيكون فيها الحوار الحلو بيننا وبين أولادنا يعني عم يكون أشخاص حتى بتصير فيها عندهم عدائية معينة علاقة روبوتيك صايرة مزبوط صح فأنا رح اكتفي لهذا الكبر أوكي وقص أكيد ما منكب اللي البقوية لو في نعمل فيها وردة تانية اللي هي هي أوكي خاصة هلأ جاد ما بقف فينا نكبشي صحيح كله بدنا نحسب له حساب هلأ عم يفتح الوردة أوكي أوه شو طلعت مهدومة وهي دي الوردة صارت جاهزة واو شو حلوة فيها تنحط على بروش فيها تنحط على البدنية أنا حبيت تحطها على ستينلي ستيل خصوصي للشعر هيك منقدر نفرجون للمشاهدين أنا فيهم يحطوها كمي لك شو مهدومة اللون وفينا نخفف لطرفها من تحت حتى ما تكون هالقدس ميكة أكيد من قصة ومنعلقها هالطريقة هيك وبيشكوها بشعر ولادن أكيد فينا نحنا نتحكم بالكبر صح بالطول بالعرض باللون باللون اللون اللي بدنا ايه اوكي هلأ صارت جاهزة لتنحط بالشعر بالشعر وأكيد في مطارح بيبيعوا من هيد المواد يلي بيبيعوا فيها الخراز للأكسسوار واللي بيحاولوا يشتغلوا كتير كما بيكون في واحدة للبروش للتيب تتعلق غاليت كتير أسعارهم هالجاد ولا بعد وماشي حالهم؟ يعني هلأ أكيد يعني يبطل في شي رخيص هلأ نحنا إذا قصدنا فينا نقدر نحنا نعمله من خلال بيتنا كتير هيني منجيب الحديد الرفيع ونحنا منقدر نشتغله لأنه هي معمولة هادميد إذا بتنتبهي صحر يعني منا شي كتير عويس إذا انتبهتك كتير هيني تنعمل أوكي مظبوط أي مظبوط أوكي هيدا القفا وهيدا الوج آه جيد أنا رح بلش هلأ بشي مهضوم باركم نروح نعمل حلق آه فكرت هاي بدك تحطلها خرز فينا ندخلها خرزة عبالك نلونها شوي لا أنا فكرت لبدك لا يسيدة أجمل يمكن بس إذا بدك تحطلها هيك خرزة قبل من هيدا تطلع مهضومة حبيت اللون ولا بروح للون الأزرق حلو حلو اللون هو إجمالة دايما الفوشة مع الموف بيعطيها هيك حياة مية بالمية طبعا بدون تعجيق هيك واحدة بالنص مهضومة صحيح ونعمة هيك دخلتها لجوة لتبين أنه القلب طبعولة أيوة رح تهديلي إياها صحار أكيد وهيك بكون بلاشت أنا بشي تاني اللي رح أعمله هلأ رح جايب معي قماشي أبيضاء كمان من نفس الموديل طبع الفوم زيت القماشي؟ زيت القماشي مزبوط هلأ كنت عم في فترات عم بستعمل أنا عم بعمل من هيد القماش لأنه كتير تشبه عجينة السكر هيدا صر أنا اخترعته وأنا هلأ عم بصرح عنه كتير عالم فكروه عجينة سكر فهلأ هيك أوقات عم بلبس الفيك كيك لأنه بتعرفي بس الفيك كيك يبقى وقت طويل بيصير يدبق خاصة عجينة السكر هيدا بروح أبدا وفيك تشتغلها ليوم مستحيل حدا يعرف أنه هيدا مش عجينة السكر طبعت الملمس طبعوله صحا ايه ما ايه ذات الشي نعم حلو هلأ اللي رح أعمله رح سمك شوي رح شيلها على جنب رح قص شكل مربع وأعمل شكل مسلس في عندك موشة باس وموشة بين سلم لهم عم يسلم عليك عم يسلم عليك عم يسلم عليك عم يقولوا حبوا كثير الفكرة تانكيو بجهلهم تحية كتير كبيرة اللي رح أعمله هلأ رح سمك بقلب المربع تلزيق حتى يكون في باكراوند لإله يحمية مش شارط يكون مسلس فينا نعمل دائرة بس المهم أنا بدي سمك لقدر حط الخرز أنا عم بعمل الحلق بطريقة مهضومة أوكي بتحب تشتغل بإيدك صحيح؟ كثير بس ما بعرف بس كثير بحب يعني بهمني شوف حدا قم بيعمل هيك الشي شغل إيد ويخلق من ما شي شي يعني هيك الشي بتشوفه قدامك جامد بعد شوية بتلاقي خلقت منه شغلي فعلا قدي حلو حتى أنت بتنبسطي أنك عملت شي كتير مهضوم وبنفس الوقت من مواد بسيطة يعني بك عند كل ست هلأ أنا هيدولي جبعا فيه أكسسوار الإشاء الخرز بس فينا إذا عنا عقد أي شي موجود عنا بالبيت فرط أي خرز يعني نحنا منا بحاجة بقى لإله بدنا نطوره بنعمل فيهم حلق بنرجع بنعمل فيهم هلأ دارج موسم البحر بنقدر نشتغل عليهم على الشابويات يعني الخيار لقلنا يعني بس يكون عندها السيدة عقد وينقطش وعيك تكب الخرز اللي بتنزل منه لأنه مثل ما عم بيعلمنا جاد فينا نعمل شي كتير مهضومة إشياء كتير مهضومة منا حلق منا شو كمان؟ خلخال الإجاء كبيرا نحطهم مزبوط أي بس ساعتها مش بهاي الطريقة لا أكيد بنفوتهم بخيط خيط خصوصة يعني بيجي بس بيصير بدو بكلة بكلة فينا نربطه هلأ كتير دارج الإشاء المربوطة عم بيطلعوا كتير من السوق من الإشاء إلى بكل عم تكون الإشاء هيك أكتر هاند ميد أحنا هلأ عم بحط خرز عشوائي حتى فينا نحطهم على الشابويات القاش إذا عنا شابويات قاش نشتغل عليهم لموسم البحر على السكت طبع البحر هلأ اللي أنا عم بعمله عم بحط الخرز إشة ملونة هيك خرج تكون صيفية بامتياز إحنا اللي عم نعمله عم نحط تلزيق وندخل الخرز بعيناتهم إذن يمكن هلأ قبل كان أوكي بس لأصار لازم ما بقى نكب شيء كل شيء بيطلع عنا حتى من الكل في الشيء طبعنا كل شيء ما نكبوه لأنه منهم نقدر نعمل إشياء كتير نزين حالنا فيهم بطريقة طبيعية ولذيذة وسريعة وإذا تبعنا هيك خطوات جاد نقدر نعمل كتير إشياء أكيد يعني كل ست عندها إشياء بالبيت تقدر تحافظ عليها تستفيد منها صح مية بالمية فليش ما بتجيبهم وبتطورهم بطريقة مهضومة صحيح طبعاً بالنسبة للألوان وللأحجام ديماً نحنا فينا الخيار لأنه نتحكم فيهم شكلك بتحب الألوان جاد إيه؟ أنا جرأتي مع الألوان جراءة كتير قوية ودائماً هذا الشيء بيخليني أطلع من الموت صحر يعني الأشخاص اللي بيكتير بيلبسوا أسود بيكونوا أشخاص منهم جرئين بأيام العادة أو بيحبوا يكونوا جرئين بس بيخافوا فالألوان بتعطيني قوة وبتعطيني هيك اندفاع لكل شيء بالشغل يعني بتلاقييني مثلاً فتت هون فتت هون ما عندي شيء خاف منه لأنه بيقويني الألوان كتير بحاس لأنه دايماً بيكون عندك عدة ألوان صح وبتغير النفسية على فكرة بتطوري كتير من النفسي يعني معي مثلاً أشخاص كتير بالشغل زملاء الكتير بيبسطوا فيه بس روح على الشغل بينطروني مناطرة بظلني هيك أكتف عم بتضحك مبسوط هلأ أكيد يعني وقت أكون زعلاني يعني ما ببين كتير علي لأنه خلص بطبيعة أنا شخص مرح والألوان بتزيد المراح سبحان الله بس لو حتشوف هيك ألوان الربيع بفرفح صحيح هلأ نحنا عم نعيش الصيف بإمتياز بلبنان مضبوط وحلو كتير كمان مع البرونزاج نلبس ألوان الألوان حلوة هلأ أكيد الألوان الفلاش وهيك بطلت مضطة وقفت يعني هلأ كتير عم نروح للألوان الباستيل بس تعرفي بعد في كتير عالم عم تلبس ألوان فلاش مثل الفوشة البيستاش والألوان فأنا مش ضد ولا مع بس بقلهم أنه وقفت مضطة هلأ درج الألوان الباستيل مثل ما لابش سيصحر مثلا على موت عجبك اللون كتير جنن مرسي أنا أصلا لون المفضل هيدا كتير أحب هيدوالي بعد ما أخدوا تلزيل أنه على الطرف نجا نحط لون شوها كمان على فكرة جاد القطعة لبسها فيك تغيرها بكوليفيشي معينة فيك تلبسها كذا مرة وتغير الكوليفيشي ببين أنك لبس قطعة جديدة مضبوط سحر هلأ أنا عملت هيدا الموديل أوكي فيكون بروش كمان فيكون بكلة شعر فيكون حلق صح بما أنه نحنا عملنا هونيك بكلة شعر راح أعمله حلق هيدا أنا جايب معي العدة العدة والعيتاد العدة والعيتاد هيدا للبكلة للكبس مهضومة ما بتشكمش هيك للولاد مهضومة بيمبسطوا فيهم بس ديما أكيد بس بدأ نعمل أكسسوار في تلزيق خصوصي وبدو كون في شي يتعلق مثلا بالأذن أو بروش شي يتعلق فيه ما فينا هيك أنه يلا بدبوس بيمشي الحلق بدو يكون عندنا هولي الأشياء الصغيرة صحيح مثل ما هلأ أنا حطيت من وراه البكلة الخصوصي للكبس طبع الديني للأذن وكتير مهضومة تفتح وبتسكر وهيك ما تكون فرجينا المشاهدين كيف قدرين نعمل هيدا بطريقة مهضومة عم بجرب هايك على الفلة مع وردة حلوة حلوة لونة لونة كتير حلوة على الأزرق أنا رح أزيد عليكم حبي هون بس اللزقة مزبوط جاد بتصير بالضاين ما منعوض الخاف أنه نحن وماشيين يقاعوا مثلا الحراز أكيد في تلزيق خصوصي كما للأكسسوار بخلال المكتبة هنو عم بيجيبوا غراضهم أو بمحلات الأكسسوار هنو عم بيجيبوا غراضهم يعني هؤلاء الأشياء ما حقه كتير مهضومة بيطلع وبيلزق ميكن كتير هو بيستعمله كتير كمي المصممين الأزياء فبيمكن القطعة وبيحافظ عليها بتصير أبدية حبيتي سحر نايس مهضومة أكيد منعمل فردي تاني فينا نعمل الموديل التاني طبعا الحلقة غير كلية ما يدرور يكون اتنينتهم مثل بعض فينا نعملها شكل دائرة شكل مربع انتو الخيار للكون ومعليكن إلا حلق ووردي حسيت كأنو منعيت لحد عن حلق ووردي أو لك طبيتان وحدة اسمها حلق وحدة وردي أو وردي عائلتها حلق شو تصبح؟ أديرة بعد الموضوع عبيتها أديرة شعب عليك بعد نعمل حلين يعني عملنا وردة هم عملنا حلق عملنا وردة وردة هذا الوردة مظبوط وعملنا الحلق هولي الحلق خلينا نفرجي هون ميرا خلينا نفرجينا الحلق هيك هول حلق تير حلو صحر وعن جد كنا أحب أن نعمل بعض شيء ولكن دائما الأوقات الحلوية تخلص بطرعة جادو سكرا لقالك أنا أشكرا كتير على حلقتك المهضومة دائما هيك من ما الشي بتخلق شيء وهذا عبارة عن الفن أهلا وسهلا فيك شكرا لقالك ساحارو شكرا لأسرة البرنامج جاد بوراني شكرا لوجودك معنا أصدقائنا المشاهدين نحن نتابعي معكم إذا ألا راد ما ترحوا لبعيد هلأ فسحة أعلانية ونعود مباشرة على الهواء شكرا للمشاهدة